في بلدة بعيدة، كانت هناك أميرة جميلة اسمها ليلة، كانت ليلة تحب المغامرات والاستكشافات، لكنها كانت وحيدة بدون أصدقاء. في يوم من الأيام، أثناء تجولها في الغابة، وجدت ليلة دبا صغيرا يبكي، سألته لماذا يبكي، فأخبرها لدب أنه فقد طريقه للعودة إلى بيته. في هذه اللحظة، عرضت ليلة مساعدة لدب، توجهوا. سويا في رحلة مليئة بالمغامرات، تخطوا سويا عبر الغابات الكثيفة، وعبروا الجبال الشاهقة. خلال رحلتهم، أصبح أصدقاء حميمين بعد ساعات من السير، وصلوا أخيرا إلى بيت الدب. كانت لحظة سعادة كبيرة للدب وللأميرة ليلة على حد سوائد. على مر السنين، أصبحت ليلة ولدب أفضل أصدقاء، وكان يقضيان وقتهما معا في للعب والمغامرات، وبهذه. الطريقة وجدت الأميرة ليلة صديقا مخلصا وعاطفيا في الدب، وعرفت أن الصداقة الحقيقية تأتي عندما نكون مستعدين لمساعدة الآخرين، ونكون هناك لهم عندما يحتجوننا. ترجمة نانسي قنقر